موسيقى علي بو منجل هذا محامي ومناضل جزائري تقتل في حرب التحرير تعتاقل من طرف المستعمر الفرنسي سنة 1957 وقاله الفرنسيس باللي انتحر هاد السمانة استقبل الرئيس الفرنسي احفاد المناضل عالي بو منجل وقدم ليهم رواية جديدة جدكم ما انتحرش عالي بو منجل تعذب وتقتل من طرف المستعمر الفرنسي هاد شي مش يغريب على المستعمر الفرنسي دك شي باش موقعنا برلمان بوانكم دار سلسلة طويلة على جرائم فرنسا في المغرب يمكن لأي واحد يرجع لها في أرشيفنا او عبر البحث في محرك جوجل الاعتراف ما يكفيش كيخس الاعتدار وتعويد الوطن وشعبه دبا ما عليناش فرنسا اعترفات بجرائم اللي دارت في سنوات الاستعمار دبا عليش الجزائر ما توضحش لشعب هاش كون اللي قتل الآلاف ديال الناس الأبرياء في العشرية السوداء الشعب ما كيرضعش سبحو دبا هذا ضابط مخابرات معروف اسمه محمد الصمراوي اللي في كتاب سميته لإسلاميون العسكر سنوات الدم في الجزائر كيكشف فيه أسرار خاطيرة كيف استاقل وهرب من الجيش في سبعة وتسعين بسبب تورط الجيش في جرائم خاطيرة وتبعو الضابط مولاي كاريم اللي استقر في إيرلندا والضابط السويدية اللي هرب حتى هو الفرنسا وتكلم على اللي سماه بفمه حرب مناورات وألاعيب ملتوية بتدبير العسكر الجزائري السمراوي كيحكي في كتابه على مرحلات ما بعد بومدين وكيفاش محمد صالح اليحياوي دخل في حرب مع ابو تفليق من أجل الخلافة وكيفاش حتى دم الصراع على الكرسي وكلها يجر من جيته حتى دخل الجيش وجاب الشادلي بن جديد في تسعود وسبعين وتزاد الصراع والبلاد كتعيش في الفقر وأزمة السكن والبطالة وغلاء المعيشة وكل شي مستورد من الخارج حتى اللباس ومن اللي يدخلوا الإسلاميين سخنت طرح وقارى ما عندك يا هوا وتحولات الجزائر للفوضى والعمل المسلح وكيعتار في هذا الضابط في كتابه أن مجزرات بنطلحها في سنة 1997 اللي تقتلوا في هالمئات دي الأبرياء كانت مدبرة في إطار هاد الألعاب والمناوارات ده بيك الاستعمار كيعترف بجرائمه علاش الجيش ما يكفرش على دنبه ويعترف شوفوا غير المغرب من اللي جا المالك محمد السادس أعلن على الصلح مع الداكرة والتاريخ ولكن الخطير أن الجيش في الجزائر ما بغاش يقول الحقيقة حتى ولو في موت أو قتل الرؤساء دي البلاد ها هو كبير الأطباء في الكريملين اللي كان هو الطبيب الأول في الاتحاد السوفيتي سميتو يافغيني تشازوف وهو اللي شرف على صحة الهواري بومدين ها هو اللي في كتاب مهم سميتو الصحة والسلطة كيقول كي نجيها لسببات الموت لهذا الرئيس وتشير بإماءات مختلفة إلا أن هناك من ساعده على الرحيل عن الدنيا نصح التعبير قال ها الطبيب أن بومدين كل شي حاجة في الطيارة وحسب الآلام ومن بعد انتقل كل شي لتمديله ومن ليهزوه للاتحاد السوفيتي كانت حالة الضهورات ذكر بومدين أنه أكل شيئا ما في الطائرة ثم أحس بأن حالته تتدهور مع مر الجزائر بغى تكشف على الغموض وتصالح مع التاريخ ومحمد بوضياف كان عايش هاني في المغرب عيطه عليه باش يكون رئيس وصفاه مع هالحساب ها هو والدوكي يطالب فتح ملف ببه وكشف الحقيقة انفتاح هذه الدنسة بوضياف تعالوا وتفتحوا قضية وملفها لا هذه ضرورية تشوف يفتحها بصفة عنها ووالدوكي يقول أن بوضياف تقتل بطريقة مخططة لها ومدبرة وماشي الإسلاميين اللي قتلوه مراتوا فاتحة بوضياف حتى هي كتقول نفس الكلام وكتقول الإسلاميين بكاو النهار اللي تقتل بوضياف سمعوا مزيلا يوم وفاته بكى بعض الإسلاميين على باب الرئاسة ونرجع لولدو ناصر بوضياف مرة أخرى سمعوا أشكي يقول معنى أنت تقول بالي الأمر مخطط ومدبر بيسير يقولوني يعني لقد يعني بمعرفة وحدود وكيأكد لازم الملف يتحل من جديد أما هذا السيد اللي تحاكم بتهمة قتل بوضياف واللي اسميته ابو معرفي فرح كين شهود اللي كذبوا هاد الرواية كين صحفي جزائري اسميته التواتي كان يخدم في جريدة لوسواغ دالجيغي كين شهد باللي ابو معرفي كان قالس قدامه وما تحركش من بلاصه تواتي كان يخدم في الكوريسبندونت على سواء درجيري دابا هاتي أمور جزائرية كان قولوها غير من باب المثل باش ميبقاش الجيش الجزائري يستافز جنودنا كيف حصل في محاميد الغيزلان ويهدد عن طريق البوليزاريو بالحروب الوامية غير باش يشغل بالجزائريين خاصوا يديها فهمه ويقول الحقيقة للشعب ويخليوا المغرب عليهم تقار دابا الجزائر باش تسكت الفوام اللي كتتكلم في الخارج وكتعبر على الحرية وجدات قانون باش تسحب الجنسية من المعارضين للنظام هذا العجب جزائري شكولي لراجل منكم ويقول علي الباسبورت الجزائري وجنسية الجزائري هو لكن اللي زوينة بزاف هيها تدوينة جزائرية كيقول صاحبها والله هو تسحبوا مني الجنسية حتى نمشي لعند البوليزاريو ونعيش معاهم باش يبقوا الجنرالات يصرفوا علي الفلوس وانا مريح كانت شمس يا سلام على الشعب الجزائري شعب رائع وناضج ولكن فلوسهم كتصرف على البوليزاريو باش يعيشوا هوما في الفقر وكيشوفوا المغارب أحدهم عايشين في الاستقرار وكل شي موجود بلا بيترول الحمد لله وخبينيوا بينكم عندنا حتى احنا مشاكلنا من النوع آخر احنا مشاكلنا مع بعض ولداتنا هاللي غررت بهم الجزائر بحل عسكري مصطفى قديب هالبوكسور زكريا الممني بغيب تزد البلاد بخمسة دلمليون دورو وملي عاقو به قال لك عدبوني في الكوميسارية هالشي باني دير زيان فعمرو علي ينقرن ومازال بغي ياكل دخل الناس للحبس في عهد دريس البصري واليوم كيهضر على حقوق الإنسان الله ينعلي ما يحجم ها واحد خيتي من هونج كونج اكتشفات حقوق الإنسان والفساد هي ورجلها ولكن دنيا الفلالي والصوج ديالها حتى عاقت بهم الدولة كيتاجروا في البوبيات الجنسية من الشين والمغرب عاد قلبها معارضة أما فؤاد عبد الممني اللي خرج حتى هو مؤخرا كيتاهم يمينا وشمالا وكيعتارف بأن ما عنده حتى داليل بغيت نعطيه سؤال واحد يكنتا مناضل في منظمة ترونس بارانسي انترناشيونال ضد الفساد والريح والرشوة والبطخ قول المغارباش حال كنتي كتشد في مؤسسة الأمانة اللي مخصل الضعافاء واش ماشي كتر من سبعات المليون في الشر زائد التعويضات والوطيلات سنكتوال وعندنا نماذج خراب حل وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد من قلبي الخالص كان دعيليه بالشفاء عند المرض ما كتبقى هدرا ولكن هاد الاستقالات كل مرة ما لنعليهم الواحد كيتنطل ضليعاته حتى يشافيه الله كي يستقل الصباح ويتراجع على استقالة الأشياء واش هادي الترجليتس واش هاده هو التحلي بالمسؤولية احلين يصير في مرة وهني راسك وهنينا ولكن محال تمشي ملي ما مشيتش انتو أم كراز من الحكومة انهار لي عاقوبكم المغاربة وكلين الخدامة ديالكم في السنة الساس محال ستمشي وشي نهار باين عزيز عليكم الكرسي سيعت الرئيس ايوه رئيس الحمد لله وزيد عليهم زعيمهم السابق عبد الاله بن كيران اللي كيطل منشق الباب كل مرة باش يهدد ويرعد متكي على سبعات المليون ديال الشعب وديال المتقاعدين وكينفخ فحناكو يكل عادلة وتنمية ديال توركيا صاحبكم زعما أعلاها ما سمعتوش الأرض وغاناش قال على استخدامة القنة بالهيندي في الصحة والعلاج الحاصول لا حول ولا قوة إلا بالله وديرها غازوين موسيقى 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 موسيقى